أو كيف يستطيع الحفاظ على خمس بطولاتهم أكثر؟ ممكن أن يكون لدينا خمس بطولات في 2023. فترة بقيتهم. طبعاً الموضوع ده برضو أن الفريق يكسب خمس بطولات من خمس بطولات في الكرة عموماً. هتلاقيها دائماً أستثناء لأي نادي حتى لو كان هذا النادي هو نادي كبير ونادي بطولات. هتلاقيها حتى في النماذج في أي... البداية كانت أنت خسرت السوبر الأفريقي على فكرة. رغم مخسرتنا للسوبر الأفريقي لكن النادي الأهلي كأداء في الملعب ما كانش سيء. هو إحنا ما كناش موافقين. في أننا نترجم الفرص والكرة الوحيدة التي جاءت للتحاد العاصمة لها ركلة الجزاء قدروا أنهم يستغلوها. النادي الأهلي اللي أنا شايفه المبشر بالنسبة لنا نتكلم عن بداية الموسم. فريق ممتع، فريق شرس، عندك شراسة. لكن في نفس الوقت في توازن ما بين الهجوم والدفاع بشكل كويس. شفنا إزاي ردت الفعل بعد ماتش الاتحاد العاصمة. هادية جدا عادي جدا. أي فريق معرض نو يخسر ماتش أو يخسر بطولة لكن ما بتنهرش. مع مارس الكولر الأمور سابتة. فيه نمط للفريق فيه أداء فيه تنوع في اللعب. النهاردة فكرة التحولات اللي بتحسن هذه الأهلي لما بيسيب الكرة للمنافس. يمكن باستثناء مبارات الإسماعيلي كان لها بعض الظروف. لكن لما بتسيب الكرة للمنافس بيسيبها بحساب. عارف أن أنت أول ما بتاخد الكرة تاك 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 بتلاقي هوب اللعيب بتاعك جوء الثمانتاشر بفرصة هدف محقق. النهاردة هدف الدوري عندك لما بيقى بيرسي تاو من مباراتين. لما تبقى أقوى هجوم في الدوري من مباراتين. وأقوى تفع في الدوري برضو من مباراتين. كل العوامل دي عوامل كويسة. كمان في الدوري أبطال أفريقيا أنت ما استسهلتش فكرة المنافس. لأ أنت داخل بقوة ألمطشين على أرضك. لأ بتدي جرس إنذار مبكر لجميع المنافسين. فأنا شايف النسخة الحالية من مارس الكولر. الأهلي مع مارس الكولر هي امتداد للموسم الماضي. وبالتالي هي عندك الفرصة أن أنت السنة دي ممكن تاخد الخمسة على خمسة. ممكن تاخد ستة على ستة. حتى لو خدت أربعة من خمسة فده برضو هيعتبر إنجاز وحاجة كويسة. وممكن أخد ست بطولات وضيع من البطولة وتبقى ستة واحدة. مثلا. بس الأهم بقى أن الواحد ده مضعت من البطولة. بس ممكن نحسب الواحد اللي جاي ده. مثلا المدالية الفضية بتاع الكاسل عن الأندي. هي بقى الخسارة بتاع السوبر دي برضو لها ناحية.